انها التدريبات استعدادا ليوم تاريخي بالنسبة للبريطانيين وحدث استعد له الملك تشارز الثالث منذ وقت ليس بالقصير الملايين سيتجمعون في لندن منذ صباح الباكر يوم السبت لمشاهدة ملكهم الجديد متوجا الدعوات وزعت على كبار القوم وشوارع العاصمة زينت بالأعلام وهي تستعد لتحتضن حفلات موسيقية هذا جزء يسير من خطط حفل التتويج التي يطلق عليها الاسم الرمزي عملية الجرم السماوي الذهبي كما يقول خبير الشعون البريطانية الدكتور فؤاد عبد الرازق حفل التتويج كما تعلمون بدأ التحضير والتخطيط له مباشرة بعد وفاة الملكة الثالث الثانية سيكون حافلا بالرموز والتقاليد والأعراف الممتدة لقرون كما سيكون حافلا بكثير من اللقطات المبهرة من أكثر الأشياء التي ستشد الأنظار أنظر العالم التي سيرتديها الملك وكذلك العربة الملكية الذهبية التي ستنقله من كنيسة واسم نيستر وهو المكان التقليدي لتدويج ملوك إنجلترا في قلب العاصمة لندن إلى قصر باكينجهام المقر الرسمي للملك مراسم حفل التتويج ظلت على حالها منذ أكثر من ألف عام إذ يعد الحفل البريطاني الحدث الوحيد من نوعه المتبقي في بريطانيا مراسم التتويج ستبدأ في الساعة الحادي عشر صباحا إذ سيمسح رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي سيمسح يدي الملك تشارز الثالث وصدره ورأسه بالزيت المقدس المصنوع وفقا لوصفة سرية بعد ذلك سيوضع التاج على رأس الملك وسيعطى سولجان العرش بعض الجماهير أتت من الخارج خصيصا لحضور الحفل سافرت بالطائرة يوم الجمعة ولكن بعض أصدقائي أتوا قبلي جاءوا منذ يوم الخميس الماضي لم أتمكن من مرافقتهم بسبب الإعاقة ولكنني هنا لأنضم إليهم وأنضم لأجواء ما قبل حفل التتويج أعتقد أننا عندما سنعود إلى سكوتلندا سنتذكر هذه اللحظات سنقول كنا هناك الأمر لا يتعلق بالملك فقط بل يتعلق بنا وبتاريخنا تكاليف التتويج ستدفعها الحكومة وهذا ما سيجعلها تحت ضغط شديد ولسيما خلال الأزمة الاقتصادية الحالية لكنها فرصة دبلوماسية نادرة لتقديم بريطانيا إلى العالم عودة إلى فؤاد عبد الرازق خبير شؤون البريطانية أصبحنا نرى معارضين للملكية في الأماكن التي تشهد زيارات يقوم بها الملك تشارلز الملاهدون للملكية اعترفوا بأنهم كانوا سيترددون في تنفيذ مثل هذه الاحتجاجات عندما كانت الملكة الراحلة على قيد الحياة بسبب خطر استعداء الجمهور ولكن يبدو أن الأمر هذا قد انتهى قبل بدعة أيام كان هناك استطلاع رأيي فضل في 58% الملكية مقارنة برئيس دولة منتخب لكن عموما هناك تحديات حقيقية تنتظر هذا الملك خصوصا بعد قصة الأمير هاري وأيضا كيف أنه أصبح ملكا على بلاد فقد كثيرا من وهاجها والتي كانت في وقت من الأوقات إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس وقبل التتويج كشف الإعلام لأحة الدول التي لم توجه لها الدعوة لحضور الحفل روسيا، بيلاروسيا، إيران، بورما، سوريا وأفغانستان وفنزويلا ووجهت الدعوات لديبلوماسيين كبار بدلا من رئيس الدولة في كل من كوريا الشمالية ونيكاراغوا لمدأ حميد الأزري لندن ترجمة نانسي قنقر